سورة رقشوقي وزير التربية والتعليم الناس اعتبرتنا بلا قلب بعد اتخاذ قرار عقد امتحانات السنوية العامة ورغم ذلك لم يصب اي طالب بأي مرض او مشكلات رغم الاعداد المهولة التي ادت الامتحانات فالسؤال هنا لما اولياء الامور بينزلوا امام اللجان بتكون مسئولية وزير التربية والتعليم واضاف وزير التربية والتعليم خلال لقاءه ببرنامج 90 ديئة الذي يقدمه الاعلامي اسامة كمان على قناة المحور ان الوزارة بتعمل اعادة هيكلة داخلية لادارة المدرس القصة والمعاهد القومية والدولية حيث بيتم وضع ضوابط مع جهات في الدولة وسنرى كل جهة ما هو دورها فوزارة التعليم بتختص بالجزء الاكاديمي والتربوي قائلا بنحب نطمن الناس بنحل الموضوعات دي وحناخد مننا 3 شهور قبل بدء العام الدراسي الجديد ومشي امورك دلوقتي واوضح الوزير ما نقدرش نعمل اكتر من كده بالعام الدراسي في 23 مليون طالب حريصين على صحتهم واشار وزير التربية والتعليم كل طالب من المرحلة الثانوية لديه جهاز بيعودوا عن الكتاب الورقي موضحا ان الطلاب يحافظون على الاجهزة التي تم تسليمها لهم منذ عامين وهناك 2500 مدرسة بها بنية تكنولوجية و36 الف شاشة موضحا انه تم استبدال الكتاب الورقي بكتاب الكتروني بوزارة 10 اضعاف الكتاب المطبوع مشيرا الى ان هناك قرار بعدم استخدام التكنولوجيا قبل الصف الرابع الابتدائي واشار الوزير المجموعة بين الصف الرابع الابتدائي حتى الاعدادية بيتم تباعة الكتب الورقية لهم الى ان نضمن ان لديهم وسائل الاتصال موضحا ان الطلاب في الثانوي لديهم شريحة على التابلت وبالتالي بيكون الطالب منتصل في البيت والمدرسة مؤكدا ان التكلفة 2500 مدرسة تكنولوجيا مليارات الجنيهات واكد وزير التربية والتعليم ما يحدث من حلول في الشهور القادمة سوف يسعد الجميع قائلا التطوير في التعليم الفني قائم على تغيير المناهج وبيتم تحدثها على نظام الجدرات لاكساب الطالب مهارات حيث بيتم تغيير 200 منهج دراسي مشيرا الى انه تم التفاوض مع الجانب الالماني لاعتماد الشهادات التي يحصل عليها الطلاب من الهيئة الوطنية بعد الاطلاع على احتاجات سوق العمل واوضح الوزير ان مدارس التكنولوجية التطبيقية وصلت الى 15 مدرسة ونسعى ليصل الى 50 مدرسة قائلا بقلنا 3 سنين ادأنا اذننا مفتوحة للجميع ونتواصل مع اولياء الامور وهناك صراحة كبيرة مع اولياء الامور وحنا عايزين اولادهم بيتم تنشئتهم على القيم قائلا اتمنى ان نكون على قدر كبير من الثقة وعايزين واحد فقط يوصل لنا المشكلة اشتركوا في القناة